السلاح النووي سلاح الرزع المخيف الذي تحاول القوى النووية جعله الخيار الأبعاد في الصدمات العسكرية المستجدة قد يكون أحد الخيارات الممكنة والمطروحة في الحرب في أوكرانيا هذا الاحتمال أشار إليه تقرير صحفي أوردته صحيف تايمز التي تتخذ من لندن مقرا لها وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ترى أن تهديد بوتين باستعمال الأسلحة النووية في أوكرانيا قد لا يكون خدعة وحسب الصحيفة فقد حركت روسيا مؤخرا قطارا عسكريا يعتقد أنه مرتبط بوحدة بوزارة الدفاع مسؤولة عن دخائر نووية ورغم ذلك فقد أكد البيت الأبيض أنه ليس لديه ما يشير إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية نتعامل هنا على محمل الجد مع مسألة الأسلحة النووية أو قاقعة السيوف النووية لكنني أريد أن أقول إننا لا نرى أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي وليس لدينا أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام وشيك لأسلحة نووية وحول كيفية الرد على استخدام روسي للأسلحة النووية التكتيكية قال وزير الخارجية البريطاني إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل ولكن سيكون هناك رد وفيما تعتبر وسائل أعلام غربية وديبلوماسيون أن المخاوف من احتمال استعمال روسيا السلاح النووي في الحرب حقيقية أكد حلف شمال الأطلسي أنه لم يلاحظ تغييرات في الموقف النووي لروسيا مؤكدا في الوقت نفسه أنه يبقى يقضا أمام هذا الاحتمال الكريملين الذي يتهم وسائل الأعلام الغربية والساسة الغربيين وعدد من رؤساء الدول بالانخيرات في الحديث النووي بشكل كبير قال إن روسيا ترفض المشاركة فيما وصفه بأنه خطاب نووي غربي وتعتبر روسيا القوى النووية الأكبر في العالم استنادا إلى عدد الرؤوس الحربية النووية إذ أن لديها 577 رأسا حربيا متقدمة على القوى العسكرية الأكبر في العالم الولايات المتحدة الأمريكية احتمال دخول السلاح النووي إلى ساحة المواجهة الروسية الغربية يأتي بعد تحذير روسيا في أكثر من مناسبة من أنها جاهزة لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن أراضيها وعن الأراضي التي تنضم إليها